تشير الإحصائية في كل سنة إلى امتناع عدد كبير من الفلاحين عن التأمين الفلاحي تهرب أرجعه الفلاحون لعدة أسباب على غرار نسبة التعويض وكد عدم تغطية التأمين لبعض الأمراض التي تصيب محاصلهم الأسباب هي تالي أخر ماحنا موشي سرنا بشرا نبغينا هنا درنا نجرنا الفقاليزازي هنا على الإنساني روس بالطبع الحاديث عن المال. يقلك المال مشي الدخلين. أنا أصدق على الينوضاسيو. أنا أصدق على الينوضاسيو بأنه ليس هنا. ويأت أصدق على الحركة، لأنني أصدق على الحركة، هذا هو البربلم المال. من يدى أن الفلح يحصل على الوقت إلى السوري كان يتعلم أنه لا يقومون بهم. فلح يبسل في الوقت على الوقت. فلح يجب أن يكون هناك صندق وفلح. هذه التأمين من خفضة نقصها بكثيرا. مربو المواشي لم يخرجوا عن صف الامتناع مرجعين ذلك لعدة أسباب وقمنا بغامل تسوى تلعثين مليون وتسوى تلعثين مليون تسوى تلعثين المليون وتونابيل تسوى اربعمائة مليون تسوى مليون مليون ورنس ما كشفه هذه ماشي خدمه قاع عندنا مع موديرات العامة عندنا مع المدير عندنا مع ناغونا لهذه ماشي خدمه الناس تهربت كامل كاريمو لصيرنس كون يخفضوها يعني يردوها كل عالم قولوا سوري بتلثيمائة ألف لبقرة الناس قاعدة جاءت سيري قاعدة دخلها سيرانس وزيدوا منها كي قولي سيرير أوتوماتيكما هذه الكاسية تولي ريش تكون عندها رسل ما كبير مكوكينا ميتو ياتي يجريكو تمشي بالقانون تعاليمي راح يسمى أحمدنا نطور الفلاحة وفلاحة هذه نطورها منها الكوسوماتور التأمين حلقة همة في القطاع الفلاحي الذي يساهم في زيادة الإنتاج ومساعدة الفلاحين في حال تسجيل الخسائر لكن لا بد من وضع آليات جديدة تخدم الفلاحين لضمان اندماجهم